إلى شرق أوكرانيا حيث استهدف المسلحون الموالون لروسيا مواقع القوات الأوكرانية في إقليم الدنباس عدة مرات منذ صباح اليوم مستخدمين في بعضها الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إلى أن المسلحين قصفوا التحصينات الأوكرانية في مناطق نوفو أليكساندروفكا ونوفو لوهانسكي بالأسلحة الثقيلة اشتركوا في القناة